ولذلك الآن بدأ الحديث الحمد لله مجدداً بعد ما قيلوا قليلاً خضوا خضية فزياء الكم وضربت السابية ما ضربت السابية ضربة الحتمية وما ضربت السابية كثير بدأوا يتكلموا عن السابية فالنطاق أوسع وأكثر مرونة طبعاً وأكثر تعقيداً ويعني أعطيكم مثال بسيط علم الإحصاء دائماً من مبادئه الأولى الكوروليشن ليس معناها سببية نقول لك الارتباط ليس معناها سببية صح فيه ممكن تجد ارتباطاً بين أمرين لكن ليس حدوماً سبباً والآخر مسبباً أبداً مجرد ارتباط لا الآن شوية مشوا خطوات الأمام وخالفوا الإحصائيين لكن هذا ليس على عواهنية ليس دائماً تقول لي ارتباط والارتباط لا يعني العلية لا مرات ارتباط والارتباط يعني العلية عجيباً بس يسموها العلية ماذا؟ المشتركة العلية المشتركة ويضربون لها مثلاً طريفاً جداً جداً قال لك كلما ارتفع نسبة استهلاك الايس كريم ترتفع نسبة الغرقة في البحار صح مصبوط لأن هذا هذا ما هي علاقة الاسباح يغرقوا والناس تكون ايس كريم موجودة تشوفها بالأرقام انت يا اخي في استهلاك الايس كريم في غرقة أكثر لأنه في كومينكوز في سبب مشترك وهو الصيف وارتفاع الحرارة لما ترتفع الحرارة الناس هات يا ايس كريم وروح يا بحر طبعاً بجيد الايس كريم وبجيد الغرقة هذا كلام العلماء هذا اسمه السبب المشترك صار التعقيد شوية عندنا صار عندنا اي نوع من ايه التعقيد